نصدرت محكمة شرشال بولاية بازا حكماً قضائياً بسبع سنوات حبساً نافذاً وواحد أو مليون دينار جزائري كغربة مالية في حق شخصين متهمين بجنحة المضربة غير المشروعة إذن المحكمة وهذا بمدت الحليب المحكمة قضت أيضاً بمنع المتهمين من ممارسة أنشاط التجاري والشطب من السجل التجاري ومصادرة أيضاً المحجوزات للإشارة فإن قانون مكافحة المضربة غير المشروعة ينص على عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنان والسجن المؤبد إذ ارتكبت الجريمة في إطار جماعات جرامية منظمة